اشتركوا في القناة وهميتها في تطوير العلاقات الصديقة بين البلدين في المجالات المختلفة ومنها المجال العقاري واستخدامات علم المساحة كما بحثت الزيارة مجالات التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية سلوفاكيا وامكانية تبادل التجارب والخبرات في مجالات علم المساحة وانظمة التسجيل العقاري حيث تم اطلاع نائب رئيس الوزراء السلوفاكي على احدث ما تستخدمه مملكة البحرين ممثلة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري في اعمال مسح وتسجيل الاراضي وتحديد الملكيات العقارية وكيفية المحافظة عليها ضمن ارشيف الكتروني متطور وخرائط مساحية دقيقة يتم العمل بها وفق افضل الممارسات العالمية وباستخدام احدث الانظمة والبرامج التكنولوجية ومن جانبه اثنى معالي نائب رئيس جمهورية سلوفاكيا على ما شاهده من تطور واستخدام متقدم في ممارسة علم المساحة الذي يعتبر احد اهم العلوم القادر على الاسهام بشكل كبير في عملية التنمية الشاملة وما يتبعه جهاز المساحة والتسجيل العقاري من انظمة وبرامج في عملية التسجيل العقاري وكيفية ارشفتها ترجمة نانسي قنقر